ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر مع مدير عام مدرية شحن محمد بن محمد زعبنوت الأوضاع الخدمية واحتياجات المدرية من المشاريع وخلال اللقاء استمع المحافظ من مدير عام المدرية إلى الاحتياجات الضرورية للمدرية والمناطق التابعة لها وعلى رأسها توفير المحروقات لمحطات الكهرباء الأهلية في مدينة شحن وإمكانية تسليمها إلى المؤسسة العامة للكهرباء كما بحث اللقاء ضرورة تنفيذ مشروع الخط المزدوج الرابط بين مدينة شحن والجمهورة بطول 12 كيلو مترا نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها منفذ شحن البري